اهلا من كل حضراتكم من جديد خلونا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي احنا ابتدينا يعني الاسبوع مع سالة ومع هانا ومع منا النهاردة بقى حنختم الاسبوع مع الزميلة العزيزة مريم سميح المتواجدة حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة يا مريم صباح الفل عليك اتفضلي وصبح عليك يا كريم وصبح لكل مشاهدة قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة وزي ما انت قلت بالضبط جولة نهاية الاسبوع وعشر الصبح في الاهلي هيكون معانا فيها طبعا كل الامور والمستجدات الخاصة بالفريل اول لكرة القدم وايضا الفرق الرياضية الاخرى وخلينا ابدأ معاك طبعا يا كريم بيعني عنواننا الابرز وهو مباراة مودرن فيوتشر غدا ان شاء الله في نهاي كأس السوبر المصري للنادي الاهلي والحقيقة ان شاء الله مباراها تقام في تمام الساعة السبعة مساء على ملعب محمد بن زايد بالامارات وزي ما احنا عارفين طبعا او شوفنا النادي الاهلي تغلب اول امس يوم الاثنين على طبعا نادي سيراميكا كيو باترا بهدف نظيف والحقيقة خلينا اتكلم معاك شوية سواء على استعدادات النادي الاهلي او كمان الاصابات اللي كانت موجودة في مباراة يوم الاثنين سواء محمد شناوي او ياسر ابراهيم خلينا اقولك ان الفريق يعني انهى المران الجماعي استعدادا لمباراة مودرن فيوتشر ان شاء الله غدا والمران يمكن كان مساء امس على ملعب القرب من فندق الاقامة الخاص بفريق نادي الاهلي خلينا اقولك يا كريم ان المران بدأ بمحاضرة نظرية لمستر مورسال كولر المدرب الفني طبعا او المدير الفني عفوا وخلينا اقولك كمان ان هو يمكن اتكلم معاهم عن بعض الامور الخططية وقال لهم ان دي مباراة همة جدا وخصمة قوي جدا يعني يمكن مورن فيوتشر شوفناه بيفوز على نادي بيرميدز وهو يعني زي ما احنا عارفين طبعا بيرميدز هو وصيف الدوري واكيد يعني فريق قوي وفريق كبير ولكن قدر مورن فيوتشر ان هو يتغلب على نادي بيرميدز في نصف النهائي وقدر ان هو يوصل النهائي كمان ويواجه النادي الاهلي وخلينا اقولك كمان يا كريم ولكل مشاهدي قناة الاهلي ان يمكن اي نادي قدام النادي الاهلي بيبقى عنده دوافع جديدة ومختلفة عن اي نادي تاني فاكيد يعني مورن فيوتشر عامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي فيه النهائي واكيد هيبقى عايز ان هو يحقق الفوز فيه يعني هذه النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري فعشان كده مستر مرسال كولر يمكن تحدث مع لعاب النادي الاهلي في كل هذه الامور ان هي مباراة مش سهلة ابدا زي ما يمكن جمهور النادي الاهلي متخيل ولكن هي مباراة فيها ندية كبيرة جدا خاصة يعني بعد الدوافع اللي عندنا دي مودرن فيوتشر كمان يمكن كل اللعيبة اللي يعني شاركوا في المباراة الماضية امام سرميكا كلوبوترا خضعوا لتدريبات استشفائية ولكن على الجانب الاخر طبعا يعني اللعبين اللي ما شاركوش في هذه المباراة حقيقة ان هم شاركوا في تدريبات بدنية متنوعة ويمكن كمان مستر مرسال كولر كان حريص جدا ان هو يعني يطمئن على سوال اشعة الخاصة بمحمد شناوي حارس مرمى النادي الاهلي اللي طبعا يعني شفناه بيغادر فيه الشوت الاول في مباراة سرميكا كلوبوترا وكان كل جمهور النادي الاهلي طبعا عندهم قلق كبير جدا ولكن الحقيقة ان احنا دايما بنبقى على قد المسئولية وكمان مصطفى شبير يمكن ادى رسالته على اكمل وجه في المباراة ويمكن كمان بعد مشارك في نهاية الشوت الاول واكمل مباراة حتى النهاية ولكن الحقيقة مستر مرسال كولر كان حريص ان هو يطمئن سواء على محمد شناوي او ياسر ابراهيم ودكتر احمد جبالة طبعا رئيس الجهاز الطبي للفريه الاول لكرة القدم يمكن طمئن كل يعني جمهور النادي الاهلي وكمان طمئن مستر مرسال كولر وخلينا اقول لك يا كريم ان الاشعة جاءت مطمئنة للغاية سواء الخاصة بمحمد شناوي يمكن شد خفيف في العضلة الخلفية ويعني تم وضع برنامج تأهيلي ليه وايضا ياسر ابراهيم اشتكى من شد خفيف في العضلة الضمة ويمكن الاشعة برضو يعني قالت ان الاصابة خفيفة جدا وبرضو تم وضع برنامج تأهيلي ليه والحقيقة ان هم يعني مرسوا البرنامج التأهيلي ده على جامد او هامش الميران الختامي لاستعدادة لمباراة فيوتشر ايضا خلينا اقول لك ان يعني كابتن خالد بيبو مدير الكرة بالفريه الاول لكرة القدم كمان اتكلم عن مروان عطية يمكن كان فيه احاديث بعض الشيء سواء على السوشال ميديا ويعني يمكن بعض الاجتهادات اللي احنا دايما عارفينها عن يعني النادي الاهلي دايما بتطلع كده بدون اي مصدر صحيح كانوا بيتكلموا عن ان مروان عطية عنده اصابة ولكن مروان عطية الحقيقة ان هو لا يعاني من اي اصابة ولكن مشاركته في يعني مباراة سيرميكا كليوباترا من عدمها كانت بترجع طبعا للجهاز الفني بقيادة ميستر مارسيل كولر والحقيقة ان هو هيكون جاهز في المشاركة في مباراة فيوتشر تاني بقرر ان هو لا يعاني من اي اصابة وده اللي اكده طبعا كابتن خالد دبيبو مزير الكرة باقي النادي الاهلي وخلينا اقول لك كمان يعني يا كريم ان يمكن ان شاء الله بكرة بعد هذه المباراة او بعد انتهاءها يعني فيه تمام استعالة ساعة مساء يعني خلاص الفريق هيعود بقى مرة تانية وهتصل البعثة ان شاء الله فجر الجمعة وبعد كده بقى يعني يمكن هياخدوا راحة بعد الشيء وهيستأنفوا بعد كده تدريباتهم استعدادا بقى للمشاركة في طبعا بطولات او مباريات الدوري مرة اخرى في بداية شهر يناير خلينا اقول لك ان فيه يعني زي ما احنا شفنا ان شاء الله لو حصلنا على هذه البطولة كأس السوبر المصري دي هتكون تاني بطولة يعني لنادي الاهلي بعد طبعا ما حقق برونزية كأس العالم للاندية يعني منذ ايام قليلة هتكون دي البطولة التانية او الانجاز التاني بيحقق والنادي الاهلي فيه اقل من اسبوع الحقيقة زي ما احنا شايفين يعني ان شاء الله يكون الفوز هو حلفهم غدا ان شاء الله ويعودوا ببطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الاهلي بعد تحقيق كأس السوبر المصري وبعد كده بقى يعني يتفرغوا للمباريات المحلية وان شاء الله كمان يكون الدوري من نصيب النادي الاهلي فيه الموسم الجديد ده فيما يتعلق طبعا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلينا بقى نروح لكل الفرق الرياضية الاخرى والبداية طبعا مع سيدات سلة الاهلي يعني يمكن بعد حصولهم على بطولة منطقة القاهرة الحقيقة ان مبارح كانت اولى مباريات سيدات سلة الاهلي في الدور التمهيدي من دوري السوبر وقدروا ان هم يتغلبوا على نادي الطيران بنتيجة كبيرة جدا يعني يمكن سبعين بوينتس ما بين السكور من نتيجة سبعة وتسعين سبعة وعشرين حقيقة كانت مباراة قوية جدا وعايزين نقول ان نظام المباريات بيقام من باستو ثري هيواجه تاني ان شاء الله نادي الاهلي او سيدات سلة الاهلي هيواجهوا نادي الطيران مرة اخرى يوم السبت المقبل ويمكن ده زي ما انا قلت ده الدور التمهيدي من دوري السوبر والحقيقة ان هي كانت بداية قوية جدا ان هم يحققوا فرق السكور الكبير ده سبعة وتسعين سبعة وعشرين اما ايضا بالنسبة لشباب سلة الاهلي تمنتاشر سنة قدروا ان هم يحققوا الفوز على نادي النصر بنتيجة تلاتة وسبعين تلاتة وعشرين ده ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة ايضا يعني فرق سكور كبير جدا نروح بقى لسيدات يد الاهلي اللي قدروا ان هم طبعا يفوزوا على نادي اسموحة ويتأهلوا بهذا الفوز لطبعا يعني نصف نهائي كأس مصر او منافسات بطولة كأس مصر الحقيقة ان هم قدروا يتغلبوا على نادي سموحة بنتيجة ستة وتلاتين اتنين وتلاتين فالحقيقة ايضا ان هم يعني منتظرهم مباراة همه جدا في نهائي بطولة كأس مصر بعد ان شاء الله لو حققوا الفوز بقى في نصف النهائي بعد ما تغلبوا على نادي اسموحة خلينا بقى نروح لفرق الطائرة والحقيقة ان طبعا بعد او رجال طائرة الاهلي بعد ما انتهوا من المنافسات الدور التمهيدي للدوري الحقيقة ان هم بقى يعني هنتقل للدور اللي بعد كده وهيكون عندهم اولى مبارياتهم يوم ستة من يناير المقبل ولكن الحقيقة ان هم بيستقنفوا مبارياتهم او تدريباتهم عفوا بشكل طبيعي جدا هنا بمقر النادي الاهلي باقي الجزيرة يمكن كان عندهم اجازة اربع ايام ولكن هيعودوا مرة اخرى لاستقناف التدريبات ان شاء الله اليوم علشان بقى استعدادا للمواجهات الدور المقبل من بطولة الدوري اما بالنسبة لسيدات طائرة الاهلي الحقيقة برضو يمكن خلاص يعني هيخلاصوا الدور التمهيدي من الدوري ولكن الحقيقة ان اول مباراة المقبلة لهم هتكون في بداية شهر يناير ان شاء الله امام نادي الشمس خلينا بقى اقولك كمان يعني يا كريم ان بالنسبة لتنس الطولة فقدر النادي الاهلي ان هو يتوج بطلا للجمهورية لتنس الطولة تحت 19 عام ناشئين ونشئات بعد التغلب على الزمالك في المباراة النهائية خلينا اقولك بقى ان كمان يمكن فيه توقفات دولية لبعض الفرق ابرزهم طبعا رجال سلة الاهلي يمكن عندهم توقف دولي ده بسبب مشاركة طبعا منتخب مصر في البطولة العربية اللي هتقام في الفترة من 26 يعني بدأت انبارح خلاص بالفعل وهتنتهي يوم 3 من يناير المقبل اما بقى بالنسبة لرجال ياد الاهلي فايضا عندهم توقف دولي يمكن هيعودوا مرة اخرى لاستقناف مبارياتهم في شهر فبراير المقبل علشان طبعا بطولة كأس الومم الافريقية لكرة اليد واللي هتقام في الفترة من 17 وحتى 27 من يناير المقبل يعني سواء يا كريم البطولة العربية لكرة السلة او سواء البطولة كأس الومم الافريقية لكرة اليد رجال بتقام على ارض مصر البطولتين بيقاموا على ارض مصر وده ان كان يدل على شيء فيدل طبعا على قدرة مصر الكبيرة في تنظيم هذه البطولات العالمية خلينا بقى نرجع لك دلوقت يا كريم طبعا بعد الانتهاء من كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي باء الجزيرة بشكرك جدا نكلمة ليك مرة اخرى نشكرك يا مريم على هذه التغطية شكرا جزيلا ان نورتينها واسعتين بها شكرا جزيلا لزميلة